جدل وغضب في الأوساط الموريتانية بعد تصريح لرئيس اتحاد علماء المسلمين أحمد عبد السلام الرئيسوني اعتبر فيه أن وجود موريتانيا خطأ تاريخي هيئة العلماء الموريتانيين اعتبر تصريح رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بشأن موريتانيا بأنه مريب وغير ودي ومستفز ولفتت هيئة العلماء الموريتانيين في بيان إلى أن موريتانيا لم تخضع منذ القرن الخامس الهجري لحكم دولة إسلامية غير دولة المرابطين التي نشأت في موريتانيا وخطأت لها بعض دول الجوار ووصل ملكها للإندلس الفريق البرلماني للصداقة الموريتانية المغربية هو الآخر يعتبر تصريح الرئيس بشأن موريتانيا بأنه تنكر لأبسط قيم الأخوة والجوار وأبجديات الابنماسية وخطاب المهابة والوقار الذي يجمع ولا يفرق وينتظر من أمثاله وقال الفريق البرلماني لصداقة الموريتانية المغربية في بيان إن هذا التصريح خارج عن سياق الاحترام وتطيل العلاقات بين البلدين شعبيا ورسميا كما استهجن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل تصريحات الشيخ أحمد عبد السلام الرئيسوني المتعلقة بموريتانيا ودعاه لسحبها فورا لاعتدار عنها بشكل صريح وجدد حزب التواصل في بيان مطالبة مختلف القوى السياسية المغربية بالامتناع عن تكرار مواصفها بتصريحات مستفزة لكل الموريتانيين لما فيها من طعن في أعز ما نملك وهو وجودنا واستقلالنا الوطني وكان رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أحمد عبد السلام الرئيسوني أكد في مقابلة مع وسيلة إعلام المغربية أن موريتانيا والصحراء صناعة استعمارية وغلط تاريخي وأن المغرب يجب أن يعود كما كان قبل الغزو الأوروبي تصريحات من هذا النوع ليست بالجديدة فقد أكد الأمير العام لحزب الاستقرار في رقائم حزبي قبل سنوات براده إلى عدم التفريط في الحدود التاريخية للمغرب الممتده من سبتة حتى نهر السلغال حسن البناء ربما عدة مرات ترجمة نانسي قنقر